مراسم الاستقبال استهلت بتحية العالم الوطني وتقديم التحية العسكرية للضيف من طرف تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي خلال هذا اللقاء الذي حضره قائد القوات ورواساء الدوائر ومديرون مركزيون من أركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني وأعضاء الوفد العسكري التنزاني تطرقا طرفان للتحديات الأمنية التي تواجهها القارة الإفريقية وتبدل وجهات النظر حول السبل الملائمة للتعامل مع مختلف التهديدات وكذا الوسائل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون العسكري بين البلدين بهذه المناسبة ألقى السيد الفريق أول كلمة رحب في بدايتها بالوفد الزائر مؤكدا أن العمل بين الجانبين ينبغي أن يرتكز على إرساء وتطوير تعاون مسدام قائم على الثقة المتبادلة يأخذ بعين الاعتبار المصالح المشتركة ويرمي إلى تعزيز التشاور بين الجيشين فيما يخص التعاون العسكري الثنائي بين قوتنا المسلحة وكما أكدت في بداية مدخلتي فإنني على يقين أنه على ظوء الإرادة الحقيقية التي تحدونه فإننا سنعمل سويا بطريقة براغماتية وصريحة من أجل إرساء وتطوير تعاون مستدام قائم على الثقة المتبادلة يأخذ بعين الاعتبار المصالح المشتركة ويرمي إلى تعزيز التشاور بين مؤسستينا السيد الفريق أول أكد أيضا على استعداد بلادنا لتبادل الخبرات في مجال محاربة الإرهاب معربا عن الرغبة الصادقة في توحيد الجهود من أجل بلوغ تعاون يتماشى مع تطلعات شعبي البلدين الصديقين لسيما في مجال بعث مبادرات السلم والأمن في القارة الإفريقية بهذه المناسبة أود أن أعرب لكم عن استعدادنا التام لتبادل وجهات النظر حول مختلف الجوانب الأمنية وتبادل الخبرات في مجال محاربة الإرهاب آملا أن تكون زيارتكم اليوم فرصة من أجل تأسيد تعاوننا عبر سلسلة متنوعة من المجالات ذات الاهتمام المشترك وفي إطار التفاهم المتبادل قبل أن أختم مداخلتي وأكد لكم رغبتنا الصادقة في توحيد جهودنا من أجل بلوغ تعاون يتماشى مع تطلعات شعبينا خدمة لمصالح جيشنا وبلدين الصادقين والهادفة لبعث مبادرة السلم والأمن في القارة الإفريقية من جهته عبر قائد قوتي الدفاع الشعبية التنزانية عن سعادته بزيارة الجزائر التي أتاحت له فرصة تباحث مختلف القضايا الأمنية المطروحة على الساحتين الدولية والقارية مؤكدا على تطابق وجهات النظر بين الجانبين مما يمهد لتعاون بناء ومفيد للطرفين مستقبلا وفي ختام اللقاء تبادل الطرفان هدايا رمزية